السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم لقية تجدد على حدث اليوم بسعب بيه معكم طهران تشتعل بنار الثورة خوف إيران من سقوط النظام الملالي أيضا تصريحات مهمة جدا من مجتبة محفوظة في البرلمان الإيراني من خوف المسؤولين الإيرانيين في أروقت النظام بالداخل تخوفهم من سقوط النظام لنتيجة أثر الثورة العرمة ودي تصريحات رسمية اليوم هناك لكن قبل ما نتخذ في ساق الحلقة رجاء تفعيل الجرس باللون الأسود شير ودوس لايك عزيز المشاهد لينتفع الآخرين بهذا البث والحلقة ودايما البث بيبقى مميز به تفاعلكم ودايما للأفضل بمجهودكم مع القناة الحقيقة أنه بداية ما يجري في إيران هو يعني صراع على السلطة صراع السلطة بيتمحور حول من يخلف خامنئي هذا الصراع يجري داخل معسكرين هناك لحيه أن الصراع هناك داخلي وخارجي داخلي وخارجي إزاي؟ داخلي على من يريد أن ينتزع السلطة وخارجي من النظام العالمي ماذا يريد؟ بالداخل الإيراني الصراع ما بين معسكر اللي هو الفارسي نفسه بين الأصلي الأصليين بتوع السفويين والمعسكر التاني وهو ما يطلق عليه الطيار الإصلاحي وده بيتزعمه روحاني الحقيقة أنه في طيار من داخل النظام نفسه اللي هو روحاني عايز يسيطر على السلطة بأي طريقة في الفترة الماضية من ناحية تانية أنه المحور التالت هو محور مريم رجوي زعيمة المعارضة في الخارج بمقرّف ألبانيا وما بين نجل الشهي الإيراني والتنين على صراع عن من يريد أن يستويل على السلطة ويتقرب أكتر مع النظام العالمي الجديد لأنه ينتفع ب أنه يستويل على السلطة الحقيقة أنه من يحكم إيران في الفترة القادمة غير واضح نتيجة الصراع الداخلي لكن النظام العالمي الجديد يريد تقسيم إيران قولا وحدا وما سيحدث فيه الأم القادمة وتتمخد عنه الأحداث هي ما تبرهن ذلك لكن الأمر في إيران هيصير على فترات وهو أمر حتمي حتى لو استخدم لشان أنا عارف أنه فيه ناس هتروح أنه إسرائيل وأمريكا وبريطانيا لن تتنازل عن وجود إيران في المنطقة عايز أقول لكم أنه حتى لو استخدم السقور الديمقراطيون في أمريكا استخدموا النظام الإيراني الحالي لضد القوى السنية في المنطقة وده ما حدث بالفعل في العراق بالتعاون مع إيران لزيادة النفوذ الشيعي ومحاربة السنة في العراق وهي منطقة نفوذ مهمة جدا للسعودية في شمال الجزيرة العربية وأيضا محاربة السنة في باكستان وده ظهر من تصريحات بايدن في خلال 48 ساعة ماضية فهنا النظام اللي هو السقور الديمقراطيون يريدون أن يعني يزيدوا من قوة الشيعة في المنطقة ويجعلوا الحرب الشيعية سنية وعلى فكرة ده اللي لمح منه ترامب في 2018 قال كده في كونجرس الأمريكي قالك أن الحرب في الفترة القادمة هي حرب سنية شيعية ما يريد أن يؤججها هو السقور الديمقراطيون الآن لأن ترامب كان يعلم ماذا تريد الدولة العميقة في أمريكا لكن مهما كان السقور عايزين إيه إن هما بيعطوا قبلة الحياة للنظام الإيراني بيزيدوهم نفوز وقوة لكن النظام العالمي الجديد أعطى كلمته الإسلام السياسي سيأتي الدور عليه وينتهى فيه المنطقة لكن الموضوع ده هاخد وقت قليل وأيضا انتهاء إيران وضرورة تقسمها ده أصبح ضرورة حتمية وما يحدث في إيران الآن نحن وصلنا حوالي 30 يوم تقريبا في إيران من الثورة لكن مرة تانية بأكد بقاء السقور الديمقراطيين اليساريين بايدن أوباما هو مؤقت لقدوم الجمهوريين بقوة من الخلف من يتابع ثورة إيران يجد الثورة الإيرانية تسير على خطة الثورة السورية بدأت بحادث عابر ثم المرحلة التانية مظاهرات صغيرة ثم مظاهرات يومية ثم إطلاق نار وقتل وهذا ما حدث فيه خلال الأيام القليلة الماضية وسيزداد والبرهان على ذلك ما حدث فيه سجن إيفين والأحواز التدوي يحملوا الأسلحة ويوجهوا النظام الإيراني وهنتكلم عنها لكن الوضع مشابه للي حصل فيه سوريا آه إنه قتل وما يحدث الآن منذ أيام يثبت ذلك ثم يصبح الخبر للثورة الإيرانية على كافة وكالات الأنباء العالمية الفرق هنا النظام الملالي لن يجد من يدعمه يعني في سوريا وجد النظام بشار الأسد من يدعمه لكن في إيران منها يدعم النظام الملالي النظام الملالي قرأت عليه الفتحة من يريد أن يساند النظام الملالي الآن لغضب شديد من السنة وغضب شديد من رأس حربة السنة مملكة عربية السعودية فالإظهار الآن من سقور الديمقراطيين أن هناك حرب الشعال السنية وده ما يريدون أنهما يبرزوا لي لكن وجود بايدن والسقور الديمقراطيين أصبح مؤقت وأنه الآن في طريقه لوصول محطته الأخيرة إيران لن تجد من يدعمها أو نظام الملالي واجه أدق يعني بعد سقوط الديمقراطيين بعد سقوط الديمقراطيين والسقور فأمريكا لن تجد أو النظام الملالي لن يجد من يدعمه حتى مع قدوم هارس هارس هتركز على الداخل لمحاولة إحياء الديمقراطيين لكن السياسة الخارجية هتكون في خبر كان وأيضا النظام العالمي الجديد هيبتدوا يغير فبالتالي السقور ودورهم في المنطقة هيصبح ضعيف ولكن الكلام ده بعد أشهر من الآن حتى بريطانيا حتى بريطانيا التي تدعم إيران ونظام الملالي ما كان رئيسة وزراء بريطانيا أصبحت في وضع أسوأ مما ممكن تتخيلوا أربع وزراء لألخزانة بريطانية اتغيروا في خلال عام واحد غير قادرة على المواجهة اسكتلندا على مشارف الاستقلال في بريطانيا خضم الأحداث العالمية لو تبرز الأحداث في بريطانيا أصبح الدعمون لإيران الآن في خبر كان وأيضا أن روسيا وضعت بريطانيا في رأسها يعني روسيا حطت بريطانيا في دماغها وأن هي يعني بريطانيا أصبحت مش قادرة تجابه المشاكل الداخلية العالم بتغير ومن يدعم الإسلام السياسي أصبح الموضوع دوت صعب باستثناء لأنها تبع السقور الأمريكيين والبنتجون كذلك ولكن المشروع الإيراني لمرة تانية صلاحيته انتهت قائد فيلق القدس في طهران التصريح خطير بيعترف أنه في ليلة واحدة تم إصابة 185 فيلاقي طب ما فيش قتلى يا عم فيلاقي القدس انته لم يذكر الحقيقة أنه النظام الملالي الكهنوتي هو والنظام الصهيوني وجهيل له عملة واحدة يعني لما يكون في كارسة في حروب إسرائيل السابقة تقولك أنه فيه إصابات لكن ما تقولش أنه فيه قتلة إيران وإسرائيل لا يعترفوا بالقتلة يعترفوا بإصابات بس والتنين بيستخدموا نفس الإسلوب وكالة فارس الإيرانية الشهيرة اتكلمت عن الأحداث لإقتحام السجن إيفين الشهير الكبير في إيران وقالت أنه فيه تطور كبير في المظاهرات والثورة الإيرانية واقتحام سجن إيفين قالت وقالت أنه انفجارات حصلت نتيجة ألغام وهروب السجناء من السجن كانت سبب لقتل من السجناء اللي هربوا أكتر من عشر سجناء طب الحراس راحوا فين حراس الحراس الثوري اللي بيحرسوا السجن طب القوات الخاصة طب البسيج كل دول هربوا حصل هرج كبير جدا داخل السجن اقتحب السجناء الممرات العنابر وصلوا لغاية اللي هو السحة الكبيرة في الخارج وحصل انفجارات هذا ما أكدته وكالة فارس وكالة نور نيوز الإيرانية كذبت وكالة فارس قالت ما حصلش حاجة من دي والانفجارات دي كانت يعني كان بومب يعني كان افتتاح محل كله بخمسة ريال أو كله بعشر ريال كان فيه عيد ميلاد وحصل الأربع انفجارات وكالة فارس قالت ان فيه عدة انفجارات حصلت بعد الاقتحام مساء أمس وفيه صور بتؤكد ذلك لكن القتلة حتى قناة الحدث العربية قالت ان عدد الإصابات تجاوز يعني وصل لي يعني 64 إصابة نتيجة الهروب لكن عدد القتلة قالت ان اربع قتلة ده كان مساء أمس لكن الحقيقة ان ما نقلته ايران انترناشنال قالت ان عدد القتلة يتجاوز العشرة نتيجة الانفجارات نتيجة الهروب كان فيه ألغام برة يعني شوف النظام الإيراني حطت ألغام خارج السجن لكن كان فيه صور متدولة بتقول ان كان فيه قزائف من داخل السجن يعني من داخل السجن لخارج السجن فكان ده أمر غريب جدا نحية انه اللي حصل في سجن ايفين كان أمر غريب جدا لكن بالنسبة لنا احنا انا ارى ان الاوضاع في إيران ممتعة للغاية النظام الإيراني يسقط ده شيء طيب جدا تخبط ما بين وكالة فارس لأنباء الإيرانية ما بين وكالة نورو نيوز ده بيأكد الانفجارات والتاني بينفي ده بيأكد ان فيه ألغام التاني بينفي ده بيأكد انه فيه قتلة التاني بينفي لكن لما نرجع لنشوف اعتراف مجتبة محفوظي اللي هو فيه البرلماني الإيراني بيقول تخوف المسؤولين من سقوط النظام أثر الصورة العارمة الجارية ده اعتراف من يعني مجتبة محفوظي وبيقول انه الثورة العارمة الجارية الآن ما قالش الثورة على فكرة هو للإحتجاجات لكن ما ينفعش نقول هي الثورة العارمة الجارية هناك اليومها اللي هو التلاتين واللي هي وصلت لي الاسبوع الخامس الآن قال المجتبة محفوظي اذا لم يستمر هذا النظام الملالي فسوف ينتهي التشيع في المنطقة ولن يكون هناك اي اسلام ومقدسات ومقدسات ومحور للمقاومة في المنطقة طبعا هم بيتكلموا بالإيدالوجية الإيرانية ان في مقاومة طبعا المقاومة دي للإسلام السوني او للإسلام عمتا ولكن مفيش مقاومة لإسرائيلي بيتكلم عنها بقالها تلاتة واربعين سنة فبيتكلم يعني طبعا احنا رحبنا نوصف بنتكلم عن مقاومة الدجال في أصفهان وعبدة القبور والأصنام كله دول هيذهبوا إلى مذابل التاريخ بإذن الله تقارير سجن إيفين عن حدوث اضطرابات في عمبر رقم سبعة وأمس السبت وإطلاق الصفرات للإنذار وسمع إطلاق نار وحدث فعلا إطلاق نار في الأول وبعد كده تصعدوا الاضطرابات وحدوث انفجارات وهروب سجناء ده يدل عن يعني وأيضا هروب البسيج والحرس السوري ده يدل لأنه إيران أصبحت الآن في وضع سيء جدا وده شيء يسعدنا طبعا واشتعال السجن المركزي بتهران ده وقد إلى استنفار تام للوحدات العسكرية الإيرانية في العاصمة تهران وأيضا في سجون أخرى خارج تهران هنا الأحواز بدأوا أنهم ينشطوا أمس السبت بفورة مسلحة في الخفاجية ومناطق أخرى ابتدأ قوات الحرس السوري والبسيج أنهم يحاولوا يدخلوا من محاور أخرى لكن الأحواز واضح أنهم بدأوا بدأوا حمل السلاح للتصدي للأمن الإيراني وإثبات أنفسهم أو تسجيل أسماءهم في هذه الثورة الكبيرة في إيران لكن هنا نجاح حروب سجناء من سجن إيفين ده شيء مؤكد تنقلته يعني وكالة فارس ووكالات أنباء أخرى إيرانية ما حدث أمس في إيران هو نقطة في صالح الثورة ويثبت شيء آخر أن الأحداث متسرعة في إيران قطع الإنترنت أمس كان بصورة ببيرة جدا وده أكدته نيت بليكس أمس اللي هي مشرفة على الإنترنت وأثبتت أنه الإنترنت كان يعني قاطع في إيران بنسبة تتجاوز التسعين في الماء أمس عايز أقول لكم أنه وسط يعني هذا السقوط الإيراني ولهذا النظام هناك يصرخ ممثل المرشد الأعلى فيه الحرس الثوري الإيراني اللي هو عبدالله حجي عبدالله حجي قال كلام بيقولك أن أمريكا أمريكا وبريطانيا لكن أمريكا بالأخص يخشون أن تأمر إيران أو النظام الإيراني بتشكيل حزب الله في واشنطن ولندن قمة العتا اللي في الدول واحد يتمنى يعني ولكن عمر ما إيران هاتواجه أمريكا لكن هاي بتستخدم الناس دي في الدول أو الأزرع بتاعتها في المنطقة لكن في الأخير أنه طبعا الاتنين بيحاول أنه هما يشتبكوا مع بعض حتى لو كان تشابك إعلامي ولكن غير تشابك فعلي لكن الجزيرة تدخلت هنا في الأمر وده نقطة من الإعلام أريد أن أصل لتدوق عليها مهمة الجزيرة ما نقلته أمس عن أحداث سجن إيفين الأشهر بعد ما هي شافت البيت الأبيض بيتكلم وأنه بايدن ابتدى يتدخل ومسؤول إيرانيين وأنه إيران تتحمل مسؤوليتها عن السجناء السياسيين يحملون الجنسية الأمريكية وما يمسوهم بسوق فهنا وكالة الأنباء يعني الجزيرة بمعنى أضبط يعني تدخلت وقالت أنه في نبأ عاجل قالت أنه يعني وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر أمني هدوء في سجن إيفين بعد اضطرابات وموجهات في قسم السجناء اللي هم السياسيين لكن عايز أقولكم أنه عيب لما يكون وكالة فارس الإيرانية تقول انفجارات وألغام مهروب سجناء يعني الجزيرة تقول هدوء فيه بعد اضطرابات وموجهات فيه سجن إيفين عايز أقولكم أنه استخدام الإعلام شيء مهم جدا الإعلام هو من يسقط أوطان هو يحي وطنيتك تجاه أعداءك الداخلين قبل الخارجيين يعني تسليط الضوء على ثورة في السودان الآن يخدم الإسلام السياسي والإخوان المسلمين اللي عايزين يسيطروا على السلطة في السودان تبقى السودان زي اليمن بالنسبة لمصر ويبتدى يزيد هم بيحاول أن هم يعني يحيو نفسهم في السودان بذلك أو يحيو نفسهم في منطقة عربية بعدما تم القضاء على الإخوان يعني لكن ابتدوا أن هم بيحاول دلوقتي يحيو نفسهم في الجزائر للأسف يحيو نفسهم في في السودان فتسليط الجزيرة وللأسف 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 الحذف العربية تسليط الضوء على الثورة في في السودان ده خطأ كبير جدا لأن الربيع العربي انتشر عن طريق أن أنت صلت الضوء على الثورات وده هو اللي زود وخلى الشعوب تهيك لكن أن أنت يعني ضروري أن أنت لا تقف يعني أنت لم تسليط الضوء على الثورة في إيران وتسليط الضوء على الثورة في السودان دعيب كبير جدا على العربية والجزيرة هنا يبان ويبرز الضوء للإعلام الكبير جدا اللي لازم الدولة العربية بالأخص من المقرية العربية السعودية الأمارات العربية المتحدة جمهورية مصر العربية لابد من تكوين شبكة إعلام قوة جدا خارجية وداخلية خارجية تكون نطقة باللغة الإنجليزية لمواجهة المشروع الغربي تجاهنا وتعريف الغرب حقيقة السياسة الخليجية السياسة العربية ولأنهم هناك الإعلام الغربي هو يغسل العقول وأنه هو بيعمل غيامة كبيرة جدا ولا يعرف المواطن الغربي حقيقة الوضع في الشرق الأوسط أو حتى حقيقة السياسة العربية ضرورة إعلام توجيهه للوطن العربي من الداخل لأن أنت تحيي الوطنية في المواطن نتيجة أنه ما يكونش فيه تقليب من الإسلام السياسي لأنه هو يفضل موجود ده تم زرعه من بريطانيا للأسف منتصف أو بداية العشرينيات من القرن الماضي وبيتم استخدامهم من قبل المخابرات البريطانية وأزرعهم في المنطقة قطر تركيا والدول اللي احنا عارفنا ايه كلها ففي الأخير أنه لازم إعلام قوي أنه هو يعني يحفز على الوطنيين وأنه هو يكون درعي أمام الجزيرة القناة التي زرعت لفتنة الدول العربية للأسف وتم زرعها مثل إسرائيل بالضبط في المنطقة يعني الجزيرة هي تعتبر من ضمن أدوات سايكس بيكو اللي هي كانت من مائة عام تقريبا أو أكتر من مائة عام لابد من مواجهة هذا الإعلام بإعلام مضد قوي لأن ده سلح مهمة جدا أهم هو يهدم دول ويحي دول في الأخير الثورة في إيران والأوضاع هناك في إيران ممتعة جدا للغاية انتظريني في البث القادم هيكون هم جدا وخطير النظام الحاكم في إيران بمأزق قبير تصعيد قريب في زيول إيران في المنطقة دنتم في أمان الله سودعكم الله اللي زلاطة دعو دعو